السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقرنة جديدة سريعة برضو ما بين عربيتين موجودين في نفس الفئة السعرية العربيتين بتاعوا النهاردة العربية بريليانس اتش خمسمائة وتلاتين والعربية شنجان ايدو اللي هي من عند غبور بالنسبة للبريليانس هي عربية كويسة جدا زمان كان عندي اشتريت عربية البريليانس جالينة وكانت من العربية المحترمة جدا ولكن كنت بعاني دايما من نقص قطع الغيار وسعر قطع الغيار الغالي فالموضوع ده للأسف لحد الوقت ما تحلش في شركة العربية بتنزل وقطع غيرها غالية جدا داخل التوكيل وقليلة جدا برا التوكيل لو عرفت الجبه فاااا احنا حاليا دلوقتي هنقرن ما بين العربيتين دول البريليانس اتش خمسمائة وتلاتين سعرها حاليا دلوقتي دلوقتي حالا بربعمائة وخمسة الف هي طبعا عدة فئات يعني من ربعمائة وخمسة الف الى ربعمائة وعشرين الف طبعا السعر ده دلوقتي يعني كمان خمس دقايق ممكن السعر يتغير اااا يعني ما يجيش حد يقول لي الاسعار انت كاتبها غلط لا الاسعار ساعة ما انا تكلمت كانت كده احنا في مصر يعني السعر بيتعدل كل نص سعع فيعني ايه الرحمة شوية بالنسبة للعربية الشنجان ايدو دي عربية من غبور سعرها بيبدأ من 385 ألف إلى 410 ألف تمام؟ هنبدأ نخش فيه التفاصيل المهمة للعربيتين علشان نقدر نشوف في الآخر أنهي عربية أفضل من التاني احنا بنقارن ما بين عربيتين موديل 2022 عربيتين سيدان بالنسبة للعربية البريلينز اتش 530 العربية دي بتاعة المجموعة البافرية الوكيل بتاعها هو المجموعة البافرية بالنسبة طبعا للشنجان ايدو ووكيلها هو غبور تمام؟ بلد المنشأ في الاتنين الصين بالنسبة للعربية البريلينز 530 مقسمينها 3 فئات أما العربية الشنجان ايدو متقسمة فئتين طيب هنسين بموضوع الطول والعرض والحاجات دي لأنها مش مهمة قوي ولكن اللي يهمنا في الكلام الأبعاد بتاعة العربية هو ارتفاع العربية عن الأرض ارتفاع العربية البريلينز اتش خمسمائة وتلاتين اتناشر سنتي عن الأرض دي ارتفاع قليل قليل جدا العربية الشنجان ايدو ارتفاعها 13 سنتي قليل برضو يعني ارتفاعها 12 و13 سنتي ده هتحك معك في جميع المطبات الحكومية الخاصة يعني انت عارفين في مصر ان كل واحد بيبني بيت بيروح عامل قدامه مطب وبيعن قدامه مطب بقى حاجة بقى دي كده بقى محترمة معمولة عمولة المطب بارتفاع نص متر مسا فحاليا دلوقتي بنتكلم عن 12 و13 سنتي كل المطبات هتاخدها بجم ويا سلام لو العربية محملة يبقى حضرتك يعني تنزل انت والركاب وتزوق العربية تعدوها المطب وتكمله سعة خزان البنزين في العربية البريلينز اتش خمسمائة وتلاتين خمسة وخمسين لتر ده معقول مش وحش سعة الخزان البنزين في العربية الشنجان ايدو 52 لتر كويس برضو سعة الشنطة في العربية البريلينز اتش خمسمائة وتلاتين خمسمائة وعشرين لتر ده كويس جدا وبالنسبة لسعة الشنطة في العربية الشنجان ايدو 410 لتر برضو مش وحش بالنسبة لسعة المحرك نخش بقى في الحاجات المهمة اللي هتأثر معك في الجاري سعة المحرك في العربية 1600 سيسي ودي السعة المعقولة المعتادلة لكل العربيات لو هتقللي على 1600 سيسي ركبلي جنبها تيربو عشان احس ان انا ركب عربية بالنسبة لعدد البساتم السلندرات اربعة سلندر في الاتنين السبابات 16 سباب في الاتنين نخش بقى المهم القوى الحصنية القوى الحصنية للعربية البريلينس الاتش خمسمائة وتلاتين 118 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة تمام؟ بالنسبة للعربية الشنجان ايدو 125 حصان عند 5700 إلى 6200 لفة في الدقيقة طبعا انت تشوفوا ان القوى الحصنية في الاتنين قريبة من بعض 118 و125 في فيديو في القناة نشرح فيه الفرق ما بين القوى والعزم وليه انا بقول لك عدد لفات المحرك كام لفة في الدقيقة يعني لو احنا هنتكلم في القوى الحصنية ده 118 حصان وده 125 حصان الفرق مش كبير تمام؟ احنا بنتكلم في 7 حصنة يعني انما لو نتكلم بقى ده جاب ال 118 حصان عند كام لفة للمحرك وده كاب ال 125 عند كام لفة للمحرك هتفهم اللي انا اقصد اقوله يعني ال 118 حصان ده الجمعة عند 5600 لفة المية 25 دي جات عند من 5700 إلى 6200 خليك في ال 6200 سيبك من 5700 هو بيحاولوا يقللوا يعني ولكن هي 6200 تمام؟ يبقى انا علشان اوصل لمية 25 حصان انا محتاج 6200 لفة 6200 لفة كتير على المحرك وصوت المحرك في 6200 لفة هيبقى عالي جدا المحرك هيبقى بيصرخ عشان حضرتك توصل للمية 25 حصان نفس الكلام هنلاقيه في عزم الدوران عزم الدوران للعربية البريلينز اتش خمسمائة وتلاتين مية واحد وخمسين نيوتن متر عند ايه بقى؟ عند اربعة تلاف لفة في دي جات الله طب عزم الدوران بتاع الشانجان ايه دو مية وستين نيوتن متر عند كام؟ من اربعة تلاف لخمس تلاف لفة في دي جات هم الخمس تلاف برضو تمام؟ يبقى انا عشان اوصل للمية وستين نيوتن متر لازم اجيب خمس تلاف لفة في دي جات برضو بصوت المطور عالي جدا المطور بيحرق عشان يجيب لي المية وستين نيوتن متر في حين ان التانية مية واحد وخمسين نيوتن متر بيجيبها في الهادي في الاربعة تلاف لفة في دي جات عادي الاربعة تلاف لفة انت ما بتحرقش اه يعني ياريت يكون الموضوع الواضح يعني بالنسبة بقى اه لمعادل التصرع مش 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 هنتكلم فيه اه نوع الفتيس اه اوتوماتيك خمس نقلات في العربية البريلينز اتش خمسمائة وتلاتين اه نوع الفتيس اه اوتوماتيك عادي اه في العربية الشنجان ايدو واربع نقلات انا كلمت على الموضوع دا قبل كده عدد النقلات بيريح المحرك يعني لما اقول ان الفتيس اوتوماتيك خمس نقلات افضل من الفتيس اوتوماتيك اربع نقلات يعني تخيل هنا السرعة قصوة مثلا في العربية الشنجان ايدو مية خمسة وتسعين كيلو متر في الساعة تخيل ان انت لو انت معاك عربية شنجان ايدو بس ما نيوال وجايب الرابع النقلة الرابعة هل هتقدر تجيب المية خمسة وتسعين على الرابع اعتقد ان صوت المحرك هيبقى مسمع يعني الطريق التاني فاربع نقلات على سرعة قصوى مية خمسة وتسعين كيلومتر كتير المفروض الاربع نقلات دي تبقى ستة عشان المطور يريح اكتر بالنسبة للعربية البريلينز اتش خمسة وتلاتين في تيس اوتوماتيك خمس نقلات النقلة دي هي رايحة الدنيا يعني انا على الخامس اجيب السرعة القصوى بتاعت العربية ماشي اللي هي برضو هتبقى مية وخمسة وتسعين كيلومتر ماشي فيش مشكلة طيب نخش على نظام الجر نظام الجر امامي في العربيتين بالنسبة للتعليق في العربيتين التعليق الامامي التعليق الخلفي في العربيتين نخش بقى على التجهيزات الامان طبعا العربية الشانجان ايدو بتكسب في تجهيزات الامان العربية البريلينز اتش خمسة وتلاتين فيها اي بي اس فيها ابي دي فيها ييل ستارد اسست فيها اي سوفكس طيب العربية الشانجان ايدو ليه فيها اي بي اس اي بي دي اي س بي اي ستارد اسست أه ت Rhky er coats وفيها الايزوفيكس برضو. العربيتين ما فيهمش اه البلنكس بوت اه منيطور. العربيتين ما فيهمش اللان اه دي بارتشار اه ورننج. العربيتين ما فيهمش اه التراكشن كنترول. اه نخش في اه اه طبعا الايزوفيكس العربيتين فيهم ايزوفيكس. نخش بقى في الوسائل الهوائية. اه العربيتين فيهم الحد الادنى من الوسائل الهوائية اللي هو وساتين هوائيتين. واحدة للسائق واحدة للراكب الامامي. اه عربية ما فيهمش حساسات امامية. اه فيهم حساسات خلفية. فيهم انذار. فيهمiversary, الاتنين. فيهم سنتر لوك الاتنين. اه حزام امان خالفي الاتنين. اه بالنسبة للتجهزات اللي هي الترويشية التف tusحده اه العربية ما فيهمش ازاز فمياه. اه فيهم ازاز كهرباء للاربع ببان. فيهم مريات ضم اه اللي هو بعد ما تقفل العربية تمريات تلم. اه فيهم ومريات كهرباء انك تقدر تعدل المراية بتاعتك وانت قافل ازازك فيهم اشارات في المرايات ودي حاجة مهمة جدا وبتفرق في السواقة فعلا فيهم فتحة سقف عادية فيهم كاميرا خلفية طيب نيجي للعربية ال بريليانس اتش خمسمائة وتلاتين ما فيهاش مسبت سرعة ولا سبويلر خلفي ولكن العربية الشنجان ايدو فيها مسبت السرعة وفيها السبويلر الخلف مقاس الجنط الجنط بتاع العربية البرليانس الاتش خمسمائة وتلاتين خمستاشر بوصة جنط الشنجان ايدو ستاشر بوصة طبعا الستاشر بوصة افضل بالنسبة للتفاها بقى نخدش في الحاجات الموشيلين العربية فيهم بولوتوس العربية فيهم مدخل العربية فيهم مدخل العربية الشنجان ايدو بتتميز بالطارة دي حاجة خواسة مش وحشة بالنسبة للعربية البرليانس ايتش خمسمائة وتلاتين مش موجود فيها التارة دي العربية فيهم شاشة وسطية الشاشة دي في العربية خمسة ونص بوصة في العربية الشنجان ايدو عشرة بوصة طبعا يعني هي خمسة ونص بوصة او سبعة بوصة يعني كافية يعني عشرة بوصة ده بس ساعاتي يعني برضو طالما اوبشن بزيادة مش مشكلة اه بالنسبة لعدادات الديجيتال دي بالنسبة لي اهم دي موجودة في اه اتش خمسمائة وتلاتين اه كشفات الامامية في العربيتين امامية وخلفية لد بالنسبة للكشفات الضباب في العربيتين الموجودين المساحات الكشفات مش موجودة في العربيتين دول حاجة مش مهمة يعني عدد السماعات بالنسبة للعربية فيها خمس سماعات داخلية بالنسبة للعربية الشنجان اي دو طبعا هي فئتين فنزلة باربع سماعات وبست سماعات زر تشغيل المحرك مش موجود في البريلينز اتش خمس سمية وثلاثين موجود في العربية الشنجان اي دو الكراسي الكهربائي مش موجودة في العربية البريلينز اتش خمس سمية وثلاثين مش فاهم ليه ولكنها موجودة في العربية الشنجان اي دو التحكم في الشنطة يدوي في العربية البريلينز اتش خمس سمية وثلاثين وتحكم كهربائي في العربية الشنجان اي دو طيب وجهة نظري ايه في العربيتين ورأيي المتواضع جدا انا شايف ان العربية شنجان ايدو افضل من العربية البريلينز اتش خمسمائة وثلاثين في كل حاجة في الامكانيات في قطع الغيار واسعارها في انها توكلها غبور توفر قطع الغيار انا شايف انها في الكماليات زيادة يعني من وجهة نظري العربية شنجان ايدو هي اللي فازت في المقارنة وافضل لللي عايز اشتير عربية قادرة اعتمادية توكلها كويس معقول يعني هي العربية الشنجان ايدو مع اختلافي مع غبور انا بختلف معها في حاجات كتير جدا بختلف معها في حاجات كتير جدا في الفئات الكتير في العربيات وفي العربيات اللي نزلها من غير اه البيزيكس بتاعت الامان اه انا بختلف معاه كتير جدا. ولكن اه بصراحة العربية الشنجان ايدو اه عربية غبور منزلها. نازل ينافس بيها في السوق. يمكن بعد شوية يشيل منها حاجات. انا واثق يعني. ولكن هو نازل بينافس فيها في السوق. فالعربية كويسة جدا اه امكانيات. والعربية دي انا جربتها. عربية محترمة جدا. عربية قوية اه يعني مقارنة باللي موجود في السوق في فئتها السعرية هي اللي تفوز. في نهاية الفيديو اشكركم للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.